خلفت الأحداث الطارئة في المشهد الدولي وارتفاع أسعار النفط والقمح تداعيات سريعة على الوضع التمويني والاقتصادي في البلاد حيث سرعان ما سجلت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في قيمتها حتى أصناف الغذاء المنتجة محليا وقفز سعر الكيس القمح عبوة خمسين كيلو من ثلاثين ألف ريال إلى سبعة وثلاثين ألف ريال دفعة واحدة بما شهدت أصناف غذائية أخرى ارتفاعا بنسبة عشرين في المئة عن أسعارها السابقة ويفيد تجار جملة وتجزئة أن كبار التجار والمستوردين يسارعون إلى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية بمجرد الإعلان عن ارتفاع أسعار النفط عالميا وحتى وإن كانت تلك السلع والبضائع متوفرة في مخازنهم منذ أشهر ويعزل بعض هذا الأمر إلى غياب الرقابة الحكومية على كبار التجار والمستوردين وملاك المصانع والشركات التجارية لدينا يحركهم دافعا أساسي لرفع أسعار السلع وهو الجشع وجني الأرباح دون مراعاة للمسؤولية الاجتماعية والوطنية تجاه مجتمعهم وبلدهم المستجدات الدولية ليست وحدها من تقف وراء ارتفاع أسعار السلع حيث يشير مراقبون إلى أن معاودة تدهر قيمة العملة اليمنية مؤخرا أيضا ساهمت في معاودة صعود أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية ناهيك عن ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد بسبب عدة عوامل منها صعود أسعار النفط عالميا وأسعار القمح وهي واردات أساسية للبلاد إضافة إلى تزايد الطلب على شراء السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى مع قرب شهر رمضان الذي عادة ما يزيد فيه معدل السلع